أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين تدريبات استشفائية للأساسين وتأسيمة قوية بمشاركة العائدين من الإصابة فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تدريباته اليوم على ملعب مختار التيتش استعداداً لمباراة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الأسكندرية ضمن الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز شارك لاعب الأنادي الأهلي في فقرة بدنية خفيفة قبل انطلاق الميران ثم خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام بيرامدز في كأس مصر فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي كابتن سامي أمصان المدير الفن المؤقت للفريق أجرى تأسيمة قوية اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام بيرامدز والبودلاء والسوداسي العائد من الإصابة حمد فتحي محمد عبد المنعم سين الشحات علي معلول أيمن أشرف علي لطفي تخيل كل هؤلاء اللاعبين ما كانوش موجودين كابتن سامي أمصان عقد جلسة مع طبيب الفريق دكتور أحمد أبو العلاء للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين طبعا العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية جهاز الفني بيمنح السلية راحة من التدريبات زي ما قلت لحضراتكم السلية تحديدا واحد من اللاعبين اللي بيلعب سواء مع نادي الأهلي أو مع منتخب مصر وبيلعب دايماً 90 دقيقة يعني على قد ما يقدر كابتن سامي أمصان طبعاً بيحاول أنه يدي له راحة خلال هذه الفترة ودكتور أحمد أبو عبلة بيؤكد جاهزية سوداسي النادي الأهلي اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم اللي هو علي معلول وأيمن أشرف حسين الشحات علي لطفي محمد عبد المنعم وبقية السوداسي طبيب الأهلي أيضاً بيتحدث عن إصابة محمود وحيد ومدة غيابه محمود وحيد أجرى أشعة تعرض لها أو كشفت الأشعة عن تعرضه لشد في العضلة الضمة ويحتاج إلى فترة روح من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع ترجمة نانسي قنقر